موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج شاهد على العصر حيث نواصل الاستماع إلى شهادة الدكتور محمد محسوب وزير الشؤون القانونية خلال فترة حكم الرئيس محمد مرسي حيث يدلي بشهادته حول المؤامرة على الثورة المصرية الدكتور مرحبا بك يوم مرحبا في 3 ديسمبر 2012 حدث شيء كان بمثابة الإنذار الكبير لانقلاب السيسي الذي وقع في 3 يوليو 2013 يعني قبل سبعة أشهر كاملة من انقلاب السيسي هو أن السيسي بدأ يأخذ الشرطة تحت قيادته بشكل علني مباشر عقد ندوه في نادي الجلاء للقوات المسلحة عنوانها القوات المسلحة والشرطة جناحي الأمن للأمة قال فيها في رسالة واضحة للمتظاهرين على الشعب المصري أن لا يفزع أو يروع مدام رجال الشرطة والجيش متواجدين ونحن لن نسمح بترويع الشعب أين الدولة؟ أين الرئيس مرسي المنتخب من الشعب؟ أين الحكومة؟ لأنه في اليوم التالي مباشرة يوم 4 ديسمبر بدأت الحشود تتوجه نحو قصر الاتحادية لمحاصرته وكأن خطاب السيسي كان مباشرا إلى هؤلاء الناس افعلوا ما شئتم نحن وراءكم ومعكم الحقيقة أنا بشبه هذه المرحلة أنها قريبة جدا مما حدث في شهر يونيو 2013 وده يؤكد أنه سيناريو الانقلاب كان معدن ومجهزا ليحدث في شهر ديسمبر 2012 ليس في شهر يونيو 2013 ثم لما فشل أعيدت الكرة مرة أخرى مع الاستفادة من الأخطاء وعادة الترتيب ومزيد من الجرعات الإعلامية ومزيد من جذب قوة سياسية أخرى واستمرار الغفلة لدى من يحكم واستمرار ذات الأخطاء في الحقيقة خلينا أقول أنه الدعوة دي كانت تستدعي قالت وزير الدفاع مباشرة بشكل حقيقي خصوصا أنه كان فيه أزمة كبيرة دلو كان فيه حد بيحكم الحقيقة أنه ما حدث يوم ثلاثة كان تالي اليوم اثنين أن المحكمة الدستورية العليا ما حكمتش في الأضاءة اللي كانت منظورة أمامه وأنا أعتقد كان متوقع وفقا لمن يجهز للانقلاب بأنه تحكم في الثلاثة قضايا مرة واحدة تحل البرلمان تحل ما تبقى من البرلمان اللي هو مجلس الشورى وتحل الجمعية التأسيسية يبقى مالوش عازل الدعوة للإستفتاء وفي نفس الوقت تلغي قرارات الرئيس مورس اللي كان أصدرها في شهر ثمانية المتعلق والإعلان الدستور لو حصل كده تدخل الجيش هيبقى تدخل مبرر التظاهرات لما تتوجه إلى الاتحادية وتحاصر أصل الاتحادية هيبقى تدخل الجيش تحت نفس الادعاءات اللي كررت بعد كده في شهر يونيا إنه هو بينقذ الشعب أنا حرست أضع أو أنقل عبارات السيس اللي نشرت في الصحف صحيح لأنها كانت واضحة تماما أنها دعوة للتوجه إلى الاتحادية وأن الجيش والشرطة سيحمون هذه الجمع صحيح محاولات بعض القوى السياسية والشخصيات اللي موجودة داعمة للشرعية إنها تفشل هذا الإعداد للانقلاب في الحقيقة نجحت إلى حد كبير فيبدو أنه وكأنها دعوة دعوة اللي وجهت بعد كده في شهر يونيا للجمهور عشان ينزل في الشارع وجهت يوم واحد سبعة وجهت قبل تلاتين سبعة بأسبوع ثم وجهت بشكل أكثر صراحة في الإنزار بتاع 48 ساعة هذا أشبه ما يكون بذلك لكن كان لسه على استحياء أنه بيقول لا انزلوا ما يهمكمش لا ترتاعوا من أحد فكرة تقسيم المجتمع ما بين قوى أخرى وقوى القوى الإسلامية والإسلامية بس التقسيم هنا كان بدأ في الاتحادية في الاتحادية طبعا الناس تجمهرت اللي هم المؤيدي السيسي في ذلك الوقت أو الذين أمنهم السيسي أعداء الانتخابات وغيرها ووقعت مذبحة دامية ليلة 6 ديسمبر يوم 6 ديسمبر أمام الاتحادية قتل 12 وجورة 800 شخص صحيح أحداث الاتحادية كان يجهز لها والبيان دوت كان داعم لإثارة الموضوع بشكل أكبر وتوجه جماهير بأعداد أكبر وخلي بالك في هذا الوقت توجهت جماهير مش قليلة احنا نتكلم على حوالي 70 ألف واحد مثلا وصلوا إلى هذه المنطقة في أقصى حد وصل في الحقيقة بالإضافة إلى دعم الموضوع بعدد ضخم جدا من البلطاجية من المناطق القريبة والمحيطة من منطقة مصر الجديدة وهم دول البلطاجية اللي اشتبكوا مع القوى المناصرة للرئيس واللي جات علشان تواجه الأعداد في عدم وجود شرطة للمواجهة في عدم وجود يعني اللي حصل برضو في 30 يونيو كان قد حدث بشكل مصغر في الأيام من يوم 22 أو من يوم 23 لحد يوم 6 ويوم 7 حينما يتصر إن الشرطة حملت على الأكتف إن الحرس الجمهوري فتح الأبواب وقال لهم عايزين تدخلوا دخلوا إن الأولاد طلعوا فوق أصر الاتحادية دون أي مقاومة من الحرس الجمهوري المنط بحراسة قصر الاتحادية وقصر الرئاسة ورئيس الجمهورية إنه كان واضح تماماً إنه فيه تجهيز وتجهيش عشان يوم الجمعة اللي هو كان هيبقى يوم 7 على ما أعتقد 7-8 7-12 غالباً كان يوماً مجهزاً للحسم حسم القوى قوى الثورة المضادة لإنهاء فترة الشرعية وإنهاء المصاري الديمقراطي وإعلام ما يسمى بمجلس مش عارف إيه غالباً كان برضو يبقى فيه قائد للإنقلاب يرأسه وهكذا هذا الأمر أفشل لعدة أسباب ما هي العوامل التي أدت لإفشاله؟ إفشاله إنه كان فيه قوى سياسية وشخصيات عامة أدركت الموضوع بشكل مبكر شوية ومن ثم حاولت أن تجهده بطرق متعددة طرق علنية وطرق غير علنية يعني المبادرة اللي جهزت واللي كان فيها رئيس الجمهورية دعا إلى حوار مباشر ثم حضور أعداد كبيرة للحوار فأصل التحادية الكلام ده كان نحن بنتكلم برضو على يوم ستة تقريباً الأحداث قدام أصل التحادية اللي حصل فيها قتل أعتقد كانت يوم خمسة لاعتبار يوم خمسة كان هو يوم الأربع يوم ستة اللي هو كان يوم الخميس رئيس الجمهورية توجه بخطاب بدعوة الناس للحوار وكانت نصيحة من كثيرين قدمت من كثيرين في الحقيقة وأعدة لهذا الحوار وأعدة مبادرة بشكل جيد أنت كان لك دور أنت وبالعيلة ماضي تحديداً في هذا الموضوع فأوجز لنا طبيعة اللي تم واللي ساعت في إجهاض المحاولة الانقلابية الأولى على مرسي الحقيقة المجود ده يعود لكثيرين في الحقيقة لكن يعني ربما لأنه بقربي أنا وبالعيلة ماضي أستطيع أن أحكي الأمور بشكل تفصيلي أنه إحنا تواصلنا مع كل القوى في هذه اللحظة تواصلنا مع الدكتور البرادعي أنا شخصياً تواصلت مع أخونا الأستاذ وائل هنيم كان وسيطاً بيننا وبين البرادعي وعرضنا عليه مبادرة وأن إحنا نحل الموضوع وإذا كنتوا بتدعم الثورة في الحقيقة إسقاط أول رئيس منتخب هو إسقاط للثورة أي أن كان رأيك في أداء الرئيس المنتخب كويس وحش في أخطاءه كثرت أم قلت لكن في النهاية وقف هذا المصار معنا فراغ في السلطة لن تملأه إلا الدولة العميقة محدش يستطيع أنه يزعم أنه يستطيع أن يملأه أي أن كان هو مين يعني الحقيقة أننا نحن وجهنا وتواصل منصب العلم ماضي مع رئيس حزب الوافد وتواصل مع تقريباً كل رؤساء الأحزاب التي كانت بتشحذ الناس وتدفعهم إلى الذهاب إلى الاتحادية وإسقاط الرئيس وعمل مجلس في ذهنهم عمل مجلس ما كانش حد يمكنهم من كده طبعاً قوى الدولة العميقة كانت متربصة بالأمر وقلنا لهم رسالة واحد قلنا لهم أنه رقبة الثورة هي رقبة واحد فإذا اعتقدتوا أنه رقبة الإخوان هتروح لا هي مش رقبة الإخوان هي رقبة كل من ساهم في ثورة 25 يناي وعرضنا عليهم كل الحلول بما فيها تشكيل وزارة ده بقى بشكل مباشر أنا مش بأتكلم على حكاية أنه الرئيس عرض على فلان وعلى فلان كما سمعتم الرئيس أو من غير لا نقول إحنا قلنا لهم تب متيجو تشاركوا في تشكيل وزارة كان مرسي عنده استعداد في ذلك الوقت في هذه اللحظة كان فيه رسائل أنه هذا الأمر ممكن في هذه اللحظة أنا بتكلم فيه هذا الأسبوع المنحصر ما بين يوم 23 فبراير لحد الثلاثة يام الأولانين من شهر ماس من شهر ديسمبر نوفمبر لديسمبر نوفمبر لديسمبر أنا سأتكلم على أسبوع تقريبا أو عشرة أيام أنا أقول لك الشروط اللي حطتها لأطراف الأخرى ما هي؟ قال لك الإعلان الدستوري دو لازم يلغى لأنه معتبره ملغي سيرغى إن إحنا شخصين إحنا محتردين عليه كمان لكنه مش محتردين إحنا متفهمين إنه الرئيس عنده مشاكل وإن الثورة عندها مشاكل وعايز يواجهها لكنه واجهها بأداة لم تتقن في الحقيقة قلنا لهم ماشي يعني اعتبره ملغي وبعدين قاله وتشكيل وزارة نحن نحط تأليف وشكل وزاري معين ونقدمه للرئيس خصوصا إن إحنا خدنا وعد من الرئيس الجمهورية إنه سيوافق على ما ينتهي للتواصل مع هذه القوة دون مراجع يعني هو مش هيراجع أيما كنا سنتوصل إلي سيقبله فكنا معتمدين على حكتين الحاجة الأولى إنه يلغى لإعلان الدستوري وإنه تشكل حكومة وطنية القوة الوطنية كلها بما فيها القوة اللي كانت داعمة للتحرك من الذي حال دون ذلك؟ الحال إنه كل من نتغلب على شرط يقولون شرط أخر ففي الآخر قالوا لنا طب لازم يعلن رئيس الجمهورية يعلن إلغاء الدعوة الاستفتاء ما يبقاش فيه استفتاء وإلغاء الدعوة على الدستور على الدستور اللي كانت يوم 15 بالضبط الكلام دا قيل لي يا شخصيا فأنا طرحت التالي قل دلوقتي الاستفتاء على الدستور وعمل الجمعية التأسيسية دمى منظم قبل محمد مرسي وقبل الانتخابات وقبل أي كل حاجة وهذه مادة مستفتة عليها هل تضمن الطرف الآخر بقى هل تضمن أن محمد مرسي لو أعلن الكلام دا ما تقولهش أنت سقطت شرعيتك وسقطت شرعيت المرحلة لأنك أخليت بالإعلان الدستوري اللي هو أساس هذه المرحلة اللي بيكلم في المادة 60 المستفتة عليها مواعيد محددة وواضح ومع ذلك طرحت فكرة وأرسلناها بشكل مباشر ولم نتلقى عليها ردان ما هي؟ أولا أن نحضر كلنا في الحوار الوطني ونطلب هذا الموضوع ونكتبه في وثيقة وطنية نوقع عليها عشان كله يتحمل المسئولية يكون الحوار الوطني يعالج قضية الإعلان الدستوري بإلغاءه واحد تشكيل وزارة وطنية مشكلة من كل القوة تنين تلاتة إلغاء معاد الاستفتاء وإما مد عمل الجمعية التأسيسية أو حتى لو أنتم عايزين تشكيل الجمعية التأسيسية تاني بس بشرط الكل يتحمل الإخلال بهذا النظام اللي تحط في استفتاء 19 مارس لكن لا يستطيع فصيل واحد ولا شخص واحد مهما بلغ أنه يتحمل الوحد يطلع كده فاتح سيدره يقول أنا بلغ الاستفتاء اللي منصوص عليه في المدى 60 لن نتلقى رد اتصلنا تاني يوم وثالث يوم ورابع يوم ما فيش ردود يعني كانت القضية معارضة من أجل المعارضة فقط بالزبط على أمل أن مرسي سيسقط وأن هؤلاء سيحلون محله بترتيب مع المجلس العسكري أنا وجهة نظري أن التحالف الثلاثي ما بين الدولة العميقة وبين النظام السابق فلول النظام السابق مع هذه القوى السياسية اللي شفناه بعد كده في يونيو كان موجود في وقتها طب أنا أعيز أن شعلك سؤال حينما يقوم وزير الإعلاء وزير الاتفاع بحضور وزير الداخلية بالإعلان عن شبه انقلاب وحينما يحاصر للتحادية وقائد الحرس الجمهوري لا يدافع عن القصر ووزير الداخلية أربع ساعات لا يرد على تليفونات رئيس الجمهورية ورئيس الجمهورية يقف عاجز عن إقالة أو محاسبة أي حد من دول من الذي يولام هنا ليولام في الحقيقة من وجهة نظري رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية زي ما بقولك كان يتجنب اتخاذ القرارات الثورية اللي فيها موجهة ويؤجلها لما بعد حتى ضع وقته وهو كان وجهة نظره وجهة نظر إصلاحية زي ما أشرت إلى ذلك عدة مرات لكن في الحقيقة خليني للتاريخ أزقل ذلك إنه بعد ما تحل الموضوع عملنا الحوار الوطني ودعا إلي رئيس الجمهورية يوم الخميس يوم الخميس اجتمعنا معظم اللي سقطوا من الضحايا كانوا من الإخوان صحيح واحد فقط مش من الإخوان وفيه صحفي كان سقط في ظروف أخرى الحقيقة اللي سقطوا ومرسي يحاكم الآن بتهمت عنده قضية الآن حول قتل الاتحاديات اللي هم من الإخوان اللي كانوا رحين يدفعوا عن مرسي هي أنا لي ملاحظة على هذا الاتهام بالذات حجيله بعد الكلمة اللي عايزة أقولها للتاريخ إنه كان فيه لاجنة شكلناها بشكل تطوعي دعينا فيها بعض الشخصيات العامة وبعض الممثل القوى وروحنا لرئيس الجمهورية وعرضنا عليه وجهة نظرنا بأنه يدعو لحوار وطني وأنه الأمور كلها تبقى مفتوحة وأنه يعد بشكل مباشئ أن ما سينتهي إليه الحوار الوطني سيوقع لي دون مراجعة يا دي مش كانت فرصة للقوى الأخرى المعارضة مش كان فرصة لها أنها تأتي وتفرد في الحوار ما تشاء ونوقع عليه رئيس الجمهورية القوى الأخرى طمعت ضعف الرئيس في معالجة الأمور هو الذي طمعها وهو الذي دفعها إلى ذلك وهو الذي جعلها تعتقد أن هذا الرئيس الضعيف يمكن أن يسقط وقضية أنه حتى جاوبني أنا هجاوبك أليس هذا؟ أنا هجاوبك أصله يعني الرئيس في الحقيقة أنا لا أستطيع أن أصف بهذا الوصف لأنه أنا شايفه في هذه المرحلة اللي إحنا عيشينها هو بطل أنا مريش دعو بالمرحلة دي تدكتور مواقفه في مواجهة الانقلاب وموقف بطول الناس بتقيم الحاكم حينما يقيم لا يقيم بأخلاقه ولا بدينه ولكن يقيم بأداءه وقدرته على معالجة الأمور صحيح الذي أوصل مصر إلى هذه المرحلة أن مرسي في هذا الوقت تحديدا ديسمبر 2012 لم يقل وزير الدفاع اللي أم بمحاولة انقلابية مبكرة ضده ولم يقل وزير الداخلية ولم يحاسبه اللي رفض تنفيذ أوامره أو الرد على تليفونه ولم يقل قائد الحرس الجمهوري اللي هو اعتقله بعد كده أنا بقول لك إن الموضوع هو مسؤولية رئيس الجمهورية لأن الأداء كان أداءا خاطئا لكن ما بنتقلش إلى وصف شخصي بقى هو شجاع ولا مش شجاع لا هو تبين أن الرجل في عدة مواقف أنه شجاع في الحقيقة لكن كانت المبادرة تقتضي كانت إدارة الحكم الرشيد تقتضي في هذه اللحظة أن يعمل مواجهة وهو حاول أن يتلافى المواجهة يعني ينحل المشكلة القانونية ونحل المشكلة الدستورية لكن في ذات الوقت يعمل محاسبة لمن حاولوا أنهم يساعدوا هذا التوجه لإسقاط الشرعية وإسقاط المصار الديمقراطي الحقيقة أنه كان التمن وعشان كده إحنا عرضنا عليه وانا بقول للتاريخ عرضنا عليه هذه المسائل ثم على أن يتم إعادة تشكيل الوزارة وعمل وزارة جديدة وزارة مواجهة بعد التخلص من هذه المشكلة بعد حل هذه المشكلة عرضنا عليه بشكل شخصي مباشر أنه يتم تشكيل حكومة جديدة تبقى حكومة مواجهة حكومة سياسية القضية ما هيش قضية أن أنا أصلح حاجة هنا وأصلح حاجة هنا وأصلح حاجة هنا إحنا عايزين حكومة واجهة ثم فهمنا أنه في قبول في هذا الاتجاه ومن ثم استمرنا حتى انتهت هذه المشكلة يوم 8 ثم انتهت تماما بالاستفتاء على الدستور يوم 8 هو أجبر أجبر يوم 8 من خلال الحوار مع القوى السياسية على إلغاء المواد الخلافية اللي كانت في الإعلان الدستوري شوف الإعلان الدستوري هو في إيه؟ فيه ثلاث حاجات فيه حاجة اسمها إعادة محاكمات قتلة الثور وفيه حاجة اسمها منع القضاء من نظر أعمال السيادة اللي هو قرارات الرئيس بشأن كذا وشأن كذا وشأن كذا وحاجة اسمها منع المحكمة الدستورية من أنها تنظر في حل مجلس الشعب مجلس الشورى وجامعة التأسسية ثلاث حاجات دون الثلاث حاجات متفهمين يعني أنا على مستوى القانوة على مستوى السياسة أتفهم الحقيقة أن إحنا كنا محتاجين هذه الأمور لكن الألية كانت خاطئة خاطئة تماما إحنا محتاجينها إحنا ما زلنا نعاني حتى اليوم من أنه قتلة الثوار ما فيش قتلة الثوار طلعت ثوارهم اللي قتلوا نفسهم ما هو كل ده فيه تأخير فيه اتخاذ قرارات في غير أوقاتها بعد الوقت ما يمر عدم محاسبة مرسي للسيسي على اللي عملوا في 3 ديسمبر خل النطق العسكري يطلع بعد 5 تيام فقط في 8 ديسمبر ويحرد على مرسي مرة أخرى ويقول تنحاز المؤسسة العسكرية دائما إلى شعب مصر العظيم وتحرص على وحدات صفه وهي جزء أصيل من نسيجه الوطني وترابه المقدس تهديد تاني بالتدخل يعني هنا المؤسسة العسكرية بتساوي ما بين رئيس الجمهورية بسلطته بانتخابه وبتساوي بين أي واحد بلطجي في الشارع وقف يشتم في الرئيس عند الحرس الجمهوري ده زي ده عند المؤسسة العسكرية ما هو في النهاية هو تجهيز لانقلاب هو كان تجهيز لانقلاب في هذا الرئيس طيب أنا جاي بالكلام ده عفوا يعني من ملفات سرية ده كلام منشور ومعلن طيب وناس كنت بتروح للرئيس مرسي زيك وعشرات من الناس ويقولوله يا سياد الرئيس في محاولة انقلاب اتحرك في هذه اللحظة لما رئيس الجمهورية لم يعدل الحكوم لم يغير الحكوم مش تعديل الحكوم يغير الحكوم ولم يغير استراتيجية المواجهة من محاولة الإصلاح لمجرد محاولة إلى مواجهة ثورية الحقيقة أنا كشخص موجود في الوزارة لم أجد حلا إلى الاستقال لأنه أنا يعني في ظل هذا النظام الواسع فيه حكومة وفيه برلمان أنا قبل الاستقالة قبل الاستقالة لا يمكن قبل الاستقالة لأن السيسي يعني لما لقى الرئيس مرسي يعني مش عايزة أقول وقع في غرامه ولكن ما بيأخدش أي حاجة ضده رغم كل اللي بتعمل ده السيسي عمل حاجة انقلاب تعتبر انقلاب في 12 ديسمبر يعني في 12 ديسمبر وجه الدعوة للقوة السياسية للاجتماع دون علم رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية قاعد فوجئ بالدعوة رئيس الجمهورية والقصرة لخبطه لخبطه شديدة جدا وفي الأول أعلنه ان رئيس الجمهورية سيحضر هذه الدعوة ثم ألغيت هذه الدعوة ثم قيل ان السيسي ودخلنا في مصرحية هزلية أثبتت ان رئاسة الجمهورية في مرحلة من الضعف والوزار ثم النهاردة بيتكلم على انه كان بيعمل عمل خيري والرئيس هو اللي منعه الحقيقة انه ده كان تدخل سافر من المؤسسة العسكرية في السياسة وهي كانت تدخلت قبل ذلك بلقاءات مع السياسيين بالبيانات اللي صدرت عنها يوم ثلاثة وكان يخضضي وقفة لم تتم هذه الوقف بعض الوزراء كنت بسألهم بعض اللي حوالين مرسي بعض المعلومات اللي جمعتها وانا بشوف المرحلة دي كيف علجت قالوا ان العلاقة كانت حميمية جدا بين مرسي والسيسي وكأن السيسي ده ما بيعملش أي حاجة ويعني حتى بعد الاجتماع ياخد السيسي من ايده وروحوا يدخلوا المكتب والوزراء قاعدين يعني كأن هم اتنين صحاب الحقيقة هو كان المبرر اللي بيقدمه دايما وزير الدفاع لرئيس الجمهورية يقولوا احنا بنتطر احيانا نرفع النبرة ونعل التون شوية علشان نستوعب فيه افعال على الارض صحيح علشان نستوعب بعض الضباط اللي عندنا اللي قلقانين واللي بيعملهم مشاكل دكتور هل ده كلام مقبول لا مش مقبول بالنسبة لي ليس مقبولا ده مش مقبول عفوا يعني على شغل المصاطب مش شغل رئاس الدولة وبالنسبة لمؤسسات الدولة بما فيها المؤسسة العسكرية كانت عايزة جهده اكبر علشان تدرك ان فيه تحول دموقراطي في الدولة المصرية مش هتمشي فيه القواعد القديمة بتاعت الستين سنة السابقة انه يبقى فيه هيمانة وفيه تدخل في الوضع الاقتصادي وتدخل في القرارات السياسية المؤامر ده كان محتاج الى جهد اكبر والى قبول بمفهوم المخاطرة مخاطرة المحسوبة انت قلت الرئيس مرسي ابدالكوا استعداد وانتوا بتسعوا لفض مشكلة الاتحادية انه هو هيشكل حكومة مواجهة حكومة مواجهة هنا يعني حكومة ناس من الثورة يشيلوا يشيلوا الثورة وينقذوها بدل هذه الحكومة العقيمة اللي كان مرفوضة من كل القوى وعلى رأساها الاخوة المسلمين كما اوضحنا من قبل اللي خلى مرسي يتراجع ويفضل ماسك في شم أندين لحد ما البلد غرقت والدنيا كلها غرقت يوم ثلاثين انا شوف هو القرار ده بالنسبة لي ما عندش تفسير انتوا مش روحتوله وقلتوله انت وعدتنا ان احنا نعمل حكومة صحيح ويوم ستة وعشرين فجئنا بقراره من خلال التلفزيون انه وانا كنت في القصر في هذه اللحظة انه بيكلف رئيس الوزراء بإدخال التعديلات يعني التعديلات اللازمة على الوزراء يعني معناها استمراض ذات الوزراء وانا ربما في الحتة دي في اللحظة دي احب اوجه لشباب كثر لانه انا بتابع الانترنت وبشوف وجهات نظر بعض الشباب انه ربما البعض بيعتقد ان احنا كده بنهاجم شخص اخونا الدكتور هشام انديل او او هذه الوزارة او ما انجزاته على الصعيد الاقتصادي ابدا القضية مش مهاجمة القضية البساطة انه هذه الوزارة بهذا الشكل بهذه الطريقة في الاداء ما كانتش تنفع للمرحلة لانه المرحلة هي مرحلة مواجهة وعادة بناء هياك للدولة وحل عقد سياسية كانت تحتاج الى اشخاص مختلفين ربما اشخاص من افاضل الناس لكن المرحلة مش مرحلتهم انا اسمح لي برضو عايز اوضح حاجة هنا مرسي زيه زي اي مسئول تولى مسئولية في اي دولة في شاهد على العصر اي واحد يتولى مسئولية عليه ان يعلم انه سيشرح تاريقيا امام الناس صحيح مرسي له اخطاؤه التي قادت الى هذا الامر احنا بنتناولها بالمعلومات ولا نتحامل على احد حتى يستيقظ الناس ويدركوا ان ما فيش حد يعني يتم وضعه في مكانه غير انه هو مسئول المسئولية تقتضي المحاسبة وحينما تغيب المحاسبة بينتشر الفساد واي شخص يريد ان يتولى زمام امور الناس عليها ان يدرك انه سيحاسب من الصغير والكبير وفي قضية كمان اخرى متعلقة بنجاح الثورة النهاردة الثورة في الشارع هذه الثورة لكي تنجح محتاجة حكتين محتاجة اولا ان تدرك ان هناك اخطاء ارتكبت لكي نتلافاه لانه عشان ما ربما يضحك عليها تاني يجي يحصل تغيير وجه الانقلاب ثم يسيبوا الريح تمر شوية ثم يعود الانقلاب مرة اخرى بطريقة او باخرى او سيناريو اخر فحنا لا يجب ان نخدع مرة اخرى فحنا بندرس هذه الوقاعة وبنعرضها لنتعلم احنا كلنا اخطاءنا احنا ايدنا في الرئاسة على سبيل المثال اشخاص فوجئنا بعد كده انهم لا يستحقون التأييد لكن اخطاءنا زي اخطاء غيرنا ربما ما اقوله الان انسحاب انضمام للحكومة هذا كان اجتهاد ربما هو اخطاء من وجهة نظر اخرين لكن الاخطاء الجسام هي فكرة التواؤم مع الدولة العميقة وحاولة الاصلاح بالاستناد عليها دون اعادة تطهيرها واعادة بناءها مرة تانية هذه الاخطاء اذا لم نتلافاها ما فيش نجاح للصور في نقطة مهمة ايضا الاخرين كانوا ليأتوا بالشخص غير المناسب ويضعوه في المسئولية هنا لابد ان يتصدر لامور الناس من هو اهل لها واللي ما عندهش قدرة يشتغل في الدعوة يشتغل في التربية يشتغل في اي حاجة تانية السياسة شيء والدعوة والتربية والامور دي شيء اخر وهنا المحق الرئيسي جدا اظهر كثير من الناس فاحنا بنتناول الامور كما وقعت والغير مؤهل عليها ان يتراجع ما ينفعش بعد كده ان واحد غير مؤهل ان يقود الناس الناس تدفعه يروح يتحمل هي دي مشكلية مشكلة تاريخية في الحقيقة مشكلة في كل الثورات وفي كل الامر ان عملية الكفاءات والقدرات لا تظهر الا في المعمل المعمل زي معمل الثورة ما يحدث الان الشباب وقادة الشباب بيظهروا ازاي بيظهروا من الاحداث في الشارع وبالتالي ربما من الاخطاء الجسيمة في المرحلة مرحلة السنة اللي حكمت فيها من وجهة نظري ان الثورة حكمت هذه السنة برئاسة دكتور محمد مرسي لكنها اخطأت في امور كثيرة والخطأ يجب ان يتحمله اللي كان متصدر في المسئولي اللي هو دكتور مرسي ماشي بس من ضمن هذه الاخطاء يجب ان نشير الى انه شباب الثورة هذا الشباب الواعد هذا الشباب اللي هو ما عدش خطرة طويلة في ضل نظام قهر قديم فبالتالي اصابوا بعض التعوجات في شخصيته لا ما زال شباب يعني فريش عنده رؤية ومتصل بالعالم كله من خلال السوشيال ميديا هذا الشباب لم يقدم لم يدفع للأمام انا في رأيي هذا الشباب اللي كان دفع للأمام لأوضاع كانت تغيرها هو ده هي دي المعدلة الوحيدة اللي كانت يمكن ان تغير المصارات كلها في ظل عقلية الوصاية لا يمكن انه يقدم الشباب في عقلية وصاية قائمة للأسف داخل الحركات الاسلامية لابد ان يتم تغيرها واعتقد ان هذه المحنة التي تعرضت لها مصر يجب ان تدفع الجميع الى انه يعيد النظر وكل شيء وكل القوانين والنظم وكل هذه الاشياء تتغير مرة اخرى والمحاسبة لكل من يتصدر المسئولية يجب ان تكون هي الاساس النائب العام مستشار طلعت عبدالله في 8 ديسمبر بعد خطابات رسمية للوزير الداخلية للأمن القومي لموافاة النيابة العامة بما لديها من معلومات عن احداث الاتحادية وما فيش حد رد عليه صحيح شوف احنا كنا بنعاني في ظل النائب العام اللي كان معينه مبارك انه نفس المشكلة يعني ما اظهر واعلم فيه الحكم بتاع ما يسمى بمحاكمة القرن ولم تكن محاكمة القرن ولا حاجة الا اذا كانت محاكمة القرن من ناحية الهزلية في هذه المحاكمة قال القاضي بصراحة انه لم تأتي تحريات وما طلبته النيابة من جهات التحريات لم يستجب لها من كل جهات الدولة طب ما هو كلام ده حصل ايضا من النائب العام اللي المفروض انه تم اطاحة بنائب العام النظام السابق هو اتي بنائب عام كان يجب ان يكون نائب عام الفورة فعندما لا تقدم ولا تستجيب جهات الدولة انت عندك ادوات قانونية للتعامل لازم تبقى اكتر قسوة مع مالش حادة طب ايضا الولاد رحوا حصروا ورفعوا عليه المسدسات واعادهم ما حسبش احد فيه هو ربما حتى مش الولاد فقط يعني هو محسبة اجهزة الدولة وده جزء من اعمال الحكومة في الحقيقة شوف النائب العام الحالي بتاع الانقلاب في هذا الوضع انا في الحقيقة كنت اتمنى انه رئيس الوزارة على سبيل المثال يروح للنائب العام في مكتبه وهو محاصر ويدخل لحماياته لانه هي الحكومة دورها ايه حماية امن الناس وحماية السلطات الاخرى لكي تقوم بواجبه في سلطة عطلت بسبب محاصرة ولاد البشوات للنائب العام ولم تقوم الحكومة بدورها لانها مش حكومة انا زورت النائب العام مرة ولقيت عنده كم واحد من المستشارين دول اللي هم ولادهم كانوا محاصرينه اللي رايح ويله معلش يا فاندم ومش عارف ايه وبعدين انا مش عامل فيهم حاجة هو اصلي مش حقه هو المفروض ده حق المجتمع المفروض احنا بنرسي مبادئ يعني كان الامر لا يجب ان يعبر بهذا الشكل انت في 23 ديسمبر دعوت حكومة هشام انديل للاستقالة لكن في 21 ديسمبر معلش قبلها في تصرف برضو يحمل علامات استفهام وانتقاد وهو تعيين الرئيس لتسعين عضو في الشورى اخذ عليه النوعين اسلاميين رغم ان الاسلاميين كانوا اغلبية ومش محتاجين ناس تانية والمفروض التسعين دول كان يأتلف بهم القوى السورية ويحطوهم في المجلس صحيح صحيح انا حضرت طبعا موضوع التشكيل ده لانه ده كان جزء من الحوار الوطني كان جزء من الحوار الوطني انه الدستور حمل السلطة التشريعية مؤقتا لمجلس الشورى وبالتالي مجلس الشورى من تاريخ اقرار الدستور لحد تاريخ انتخاب مجلس النواب اللي كان مفترض يبقى في شهر 4 تقريبا يعني لمدة 4 اشهر ستبقى السلطة التشريعية بيد مجلس الشورى مجلس الشورى اغلبية واسلاميين بنسبة تصل الى فوق 80% وبالتالي اقترحنا في الحوار الوطني انه في 90 مفقا للقانون مجلس الشورى القديم واللي كان لسه ساري وقبل نفاذ الدستور حتى قبل اعلان نتيجة الدستور يمكن ان يعينهم رئيس الجمهورية فاقترحنا انه يعين كلهم من الاحزاب الاخرى وبالتالي اعادنا عدة ايام متتالية ندعو كل القوة مرة تانية كل القوة بما فيها القوة اللي حصلت الاتحادية والقوة اللي تواصلت مع النظام السابق لكنها قوة من قوة الثورة يعني شاركت في الثورة لكنها ارتكبت اخطاء زي ما هو الكل بيرتكب اخطاء دعينا الجميع انه ييجي عشان يحط مرشحين هذه القوة اللي تبنت فكرة العداء للشرعية القائمة رفضت انها تقدم اننا احنا مش هنشارك دعينا الكنيسة ودعينا الازهر انه هو المرشحين والقوة السياسية التي قبلت فاتوجد عندنا عدد من المرشحين الحقيقة احنا كنا نتمنى انه ما يبقاش في اسلامين خالص ان احنا نحط ممن لا يمثاله لا يبقى من حزب النور لانه عنده كتير ولا يبقى من حزب الحرية والعدالة لانهما دول حزبين المهيمنين لكن حزب زي حزب البناء التنمية عنده اتنين ممكن نضف له كمان اتنين حزب الوسط ما عندهش حد نحط له اتنين تلاتة وهكذا والاحزاب الاخرى خدنا من احزاب كثيرة في الحياة اللي استجابت و جات بينما قاطعت بعض الاحزاب لكن فوجينا انه القوى الاسلامية اللي موجودة داخل مجلس الشورى بتقول طيب ما انا اصلا ما كنتش مهتمة بمجلس الشورى كان مجلس الشورى يعني رشحت فيه ناس مش اكفاء من وجهة نظرهم فبالتالي انا عايز ادعمهم ولو بعدد محدود من الاشخاص بعد انقاش مطول ومحاولات الطردية هنا وهناك قبل انه يبقى فيه 16 يخصص 16 لحزبان الحرية والعدالة والنور وبقية الاسماء كلها من الاحزاب التي لم تكن ممثلة لبرالية ويسارية والكنائس والازهر حتى رشح والقوى الوغرى انت بعد مطالبت الحكومة بالاستقالة في 23 ديسمبر اعتقد مطالبتك الحكومة بالاستقالة دي قلبت عليك المواجه صحيح في 27 ديسمبر اعلنت استقالتك 2012 وقلت انك ستعود الى صفوف الشعب مرة اخرى صحيح الحقيقة يوم 23 ما عملت التويتر المشهورة دي انا استندت الحكتي استندت الى انه احنا في قعدتنا مع الرئيس واضح انه احنا متفاهمين على انه المرحلة بمجرد وضع الدستور عايزين حكومة تواجه بقى يعني المرحلة ربما المرحلة المرتبكة دي عشان واضع الدستور وانه الاساس الدستوري للمؤسسات مش موجود السلطة التشريعية ممكن من رئيس الجمهورية كان دائما بيحاول يتجنب استخدام السلطة التشريعية اللي في ايده عشان يتجنب الانتقادات اللي كانت بتوجه لي انه بيجمع كل السلطات ويستخدم الاخوانة وما شابه وبالتالي خلاص بقى فيه سلطة التشريعية تانية اللي هي مجلس الشور سلطة التشريعية المؤقت وبالتالي المرحلة تقتضي انه يبقى في حكم وفي تجاوب وفي تفاهم وفي احساس انه رئيس الجمهورية اقبل الموضوع المؤقتة التانية انه دستوريا من وجهة نظري وانا راجل قانون في البدء وفي النهاية ان دستوريا طالما دستور اقر ناجب ان الحكومة القديمة في ظل وضع دستوري مختلف تقدم استقالتها وتشكل حكومة جديدة يعني بعيدا بقى عن فكرة التورية والموجه وعدم موجه كبير فانا شعرت انه الاتجاه ده مش ماشي او قلت لا لازم اسجل وجهة نظري من دلوقتي فسجلت وجهة نظري بشكل علني انا مستغرب ازاي الرئيس كان موافق وبعد ما ديني استقررت له الان رجع في كلام رغم ان السيسي ما غيرش اي حاجة من خطته وماشي في خطته كما هو كل ما فيها انه اجل الانقلاب بعد ما فشل يعني انا طبعا في اعادة تشكيل الحكومة اضيفة شخصيات جيدة جدا في الحقيقة جيدة واحدثت تغيير لكن برضو ما كانش هو ده المطلوب المطلوب هو تغيير عقلية الحكومة مش تغيير الاداء الخدمي للحكومة ده الخدمي يتحسن كتير في وجود دكتور باسي الكل كان معترض على الحكومة واحنا جبنا وحنا جبنا اسماء ناس كتيرة جبنا اسماء لا يا حامد دخل في اخر شهرين في اخر شهرين لما اضيف لا لا احنا جبنا اراء ناس كتيرة مش عايزين نكررها كلهم طلبوا باقالة الحكومة ومنهم اسلاميين 29 ديسمبر مرسي القى اخطاب في مجلس الشورى نقل اليه صلاحياته التشريعية هل اخفق مرسي في استخدام صلاحياته التشريعية كما اخفق مجلس الشعب في خلال الفترة الاولى من السنة هو اخفق في الفترة التي كانت السلطات التشريعية في يده ولم يصدر التشريعات القوية وسيل التشريعات التي كان من المفترض ان يصدرها ليحمي الثورة ويحمي مسيرتها هو يوم 26 كان خطب او صرح تصريح مباشرة على التلفزيون بتكليف رئيس الحكومة بادخال التعديلات اللازمة اللي انا ونتعليها ثم الخطب اللي انت اشرت اليه دلوقتي اللي كان يوم 29 بنقل السلطة التشريعية وفقا للدستور للمجلس الشورى بعد اكتمال تشكيل انا عايز اقول انه لو احنا ارخنا لهذه المرحلة وهي مرحلة ستة اشهر كاملة حنلاقيها فيما تعلق برئيس الجمهورية هي محاولة هي ادارة سياسية تحاول عملية ارضاء الفئات المجتمعية المختلفة وتحاول انها ترضي القوى السياسية الاخرى عشان تجرها للعمل معها لكن تتجنب المواجهة مع مراكز النفوذ داخل الدولة المصرية الجهاز الاداري الضخم ستة مليون ونص القبايا الكبرى زي شركات شركات الدكتور اسمح لي هو هنا يتخل معها ستة مليون ونص هو هيجيب كل الرأس من الروس دي والرأس اللي مش هتشتغل هيقيلها او يركينها اما كل روس لما كل واحد اسمعني لما يقيل واحد واثنين وثلاثة والناس تحس ان في حساب انت عارف المصرية هي القضية مش بالسهولة دي لانه كل واحد عنده عنده مجموعة لانه هو مركز قوة دكتور لو في رغبة وارادة ومخطط لا هو في قبول في قبول ما انا بقول اسمها مواجهة محسوبة لازم الواحد يتوقع الامور مش هتمر بسهولة كده كل السيناريات تتعامل طبع طبع فبالتالي السلطة التشريعية الرئيس الجمهورية استخدمت في مواقف كثيرة كان كلها لتأدية نواحي خدمية للمجتمع انا عجبتني في بعض المسائل لكنها لم تهدف ابدا للتغيير الجادر في الدول المصير يعني من اول القوانين او استخدامها لسلطات التشريعية مثلا اعادة التوازن المالي الاعضاء هاي التدريس اللي كلهم دلوقتي او جزء كبير في الحقيقة للأسف لا يذكر انه العدالة في المرتبات لاعضاء هاي التدريس في الجامعات صدرت اول قراءة اول تشريع صدر عن الدكتور مرسي ثم محاولة تعديل هيكل الأجور لكن كان بالحكة انا مليش علاقة بالتشريعات الخدمية اللي الناس بتنساها بعد يوم خلاص انا بتكلم على التشريعات السياسية والقضائية والقانونية التي تحمي هذه الصورة والتي لم يتخذ مرسي منها شيئا هي عقلية لا الناس كان بتعمل انقلاب عليه وبيعود معها يبوص عقلية هذه الستة شهر عشان تلخصها السلطة التشريعية كانت موجهة لاحداث خدمات نوعية خدمات نوعية ده مصر زي البي هل ده كان كافي؟ لا ما كانش كافي عسام سلطان على فضائية النهار يوم 14 يناير 2014 اتهم حكومة هشام أنديل بالفشل وقال ان أنديل وتسعين في الماء من وزرائه لصلاة لهم بالسياسة والاقتصاد وهي حكومة فاشلة بكل المقاييس في نفس الوقت رئيس لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب السابق السيد النجيدة احد قيادات الحرية والعدالة والاقوان خرق خلال ورشة عمل حصاد الثورة في 20 يناير بعد عصام بيومين او ثلاثة وقال ان هشام قنديل لا يصلح لقيادة الحكومة قيادات الاخوان طلعت كله طلع ومرسي ماسك وانت مشيت عشان برضو أنديل ومرسي ماسك دي كلها حاجات مهمة ان احنا نعرفها لان حكومة هشام أنديل من الحاجات الاساسية اللي كانت بتغضب الشعب وكانت مصمار ماسك فيه الرئيس مرسي شوف في اللقاء اللاحق كان في شهر ثلاثة انا عايز اقول هنا بقى ان انت طول ما كنت وزير شوفت مرسي مرة ولا مرتين وبعد ما طلعت من الوزارة كان كل يوم يشوفها صحيح مش كل يوم يعني بشكل منتظم كليك اجتماعات معا خلينا اقول انا استقلت يوم 27 يوم 28 كنت في القصر الجمهوري في مؤتمر صحفي عشان تجهز قانون الانتخابات وطلعت اعلنت التعديلات اللي حصلت في قانون او اللي بنقترحها في قانون الانتخابات مع نائب رئيس الجمهورية ومع دكتور العوة وده معناه اننا لا استقيل من دعم الشرعية ودعم المصاري الديمقراطي وانما استقالة من هذه الوظيفة اللي اعتبرتها مقيدة في الحياة في لقاء لانه موضوع الحكومة ده ظل يدوي لحد يوم 25 اخر لقاء مع السادة الرئيس مع اخرين كان يوم 25 ست دائماً موضوع الحكومة كان هو الطرح الاول ففي لقاء تاريخي تاريخي بمعنى تاريخي لانه احنا في الحقيقة فصفضنا اوي فيه مع السادة الرئيس وقلنا كلام شديد القسوة فكان من الكلام ده اللي انا قلته انه الحكومة هي ادوات ادوات للانجاز لا يمكن رئيس الجمهورية على سبيل المسألة ودخل مدرسة ما يقدرش رئيس الجمهورية طلع قرار يكتبه كده قرار رئيس الجمهورية برفض المدير ده قرار باطل ننفعش مالوش سلطة مال ازاي بيستطيع ان هو يعين ويرفد ويعاقب ويعني له ادوات الادوات دي هي ايه؟ هي الوزارة والوزارة لها ادوات اللي هي المؤسسات والمصالح فاذا فقط كان فيه مشكلة في هذه الادوات تعرف انه قدرة الرئيس ضعيفة المشروعات الكبرى في تاريخ الدولة المصرية زي المشروعات الكبرى اللي حصلت على سبيل المثال في الستينات ما عملاش عبد المصر ده عملها وزراء مبدعين في مجالهم وفنهم هم اللي جمطرحوا هذه الافكار فالراجل حطهم وقالهم اشتغلوا هذا الابداع ما كانش موجود كان الشغل ممطي الا في اثنين ثلاثة اثنين ثلاثة يعني ممكن نعدهم دلوقت وزير الصناعة وزير التموين وزير الاستثمر اللي جي لاحقا وزير الاسكان لكن ما عدا ذلك كان بيشتغل ضد الدولة أنا في الحقيقة من العاتبني على الاستقالة قلت له يا سيدي أنا بشتغل في حكومة مظيف مش في حكومة محمد مرسي الحكومة التي كنت أعمل وحسبت على محمد مرسي وعلى الإخوان شاءوا أم أبوه للأسف في الحقيقة فأحداث للتحادية مجلس الوزراء السابق على حل المشكلة في بداية الأحداث يوم خمسة تقريبا لأنه الاجتماع بيبقى يوم الأربع شاهدتوا البسمة والانشراح لدى كثيرين من الوزراء لأنه رئيس الجمهورية متحاصر والأصل التحادية متحاصر وكانوا ينتظرون سقوط لا ده كان ناس طرحوا فكرة إصدار بيان من مجلس الوزراء لإدانة الإعلان الدستوري وإدانة رئيس الجمهورية وتنبيه عليهم حكومة هشام أنديل طبعا مش هشام أنديل ليه حكومة مرسي مش هشام أنديل قاعد وانتوا قاعدين صحيح 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 في الحقيقة في اليوم دوت أنا ربما يعني قليل الخناء قليل الانفعال فعلت جدا وقفت وكلمت وقاعدت وخبطت على الترابيزة وانتوا لهم وما بلغش مرسي أن الوزراء بتوعه اللي هو قاعد بيدفع عنهم وسيبهم كانوا هيعملوا بيان ضده وضد الإعلان الدستوري اللي هو عمله الحقيقة الواقعة دي وصلت للرئيس لأنه أنا شكيت للرئيس أنه أنا انسحبته ويعني كأنني احتديت على الوزراء وما شايفه كده لكن وصلت للرئيس وسبهم كلهم تاني في كل التعديلات هكتراح قدمة من وزير أو اتنين بغض النظر أنه إلا حصل بعد كده القضية أنه إزاي في حكومة ثورة يمكن أن تخرج يبقى في حالة انبساط أن الشرعية مهددة بالسفوط في بعض المعلومات صربت في شهر ديسمبر 2012 أن الرئيس اكتشف أجهزة تنصد في مكتبه داخل القصر الجمهوري وجاب شركة أمنية خاصة ونزعت هذه الأجهزة ولم يحسب أي شخص لا في الحرس الجمهوري ولا في المخابرات العسكرية ولا في المخابرات العامة ولا أي شيء عندك معلومات عن القصة دي؟ ألا عندك معلومات أني لقاتنا سجلت هذه المعلومات أنا معرفش يعني لقاتكم مع الرئيس؟ خصوصا لقات الأخيرة في الفترة الأخيرة في قوى كثيرة كما تلتقي بالرئيس إحنا لتقينا زي ما أي حد بيلتقي بالرئيس يعني كل مكتب الرئيس كان صوت وصورة فتبين أنه بعض لقاتنا كانت مسجلة يعني أحد الأشخاص الذي لا علاقة له بمصر ولا بني يقول أنت كنت في الأسر الجمهوري اليوم الفلاني وقترحت كذا على الرئيس عرفت الكلام دي مني فبالتالي خلينا أقول أنه اللي بيقدم الشاي في الأسر الجمهوري رئيس الجمهورية هو شخصية متدينة والجانب الوزع الديني يغلب على أداؤه اشتغل واعز يا أخي مش رايزهم عفوا يعني يعني خلي كل واحد له أراءه في هذه المسألة الراجل كان بيخشى ما يحب شطرة حد ولا ينقله ولا بتاعه حتى اللي بيقدم الشاي حتى اللي مش عارب يعمل إيه لكن أنا في الحقيقة كنت بطغاز جدا لما أروح أسر الجمهوري وأجد الخدمة مش على المستوى كان ده أسر الجمهوري وأجد أنه نفس الناس اللي كانوا موجودين أيام حسن مبارك هم من الموجودين أنا مجيب يتنظر الناس يعززوا ويكرموا بس في مكان تاني ولازم ييجي استفف جديد تماما مش متصل بأجهزة الدولة العميقة ولا الدولة العميقة أنا مرة واحدة دخلت لأسر الجمهوري أو مرتين وخرجت كتبت مقال اسمه مسبلة في القصر الجمهوري وقتيها كويس تركيبة مجلس الشورى كانت يعني تركيبة ضعيفة إلى حد كبير جدا الرئيس مرسي كان يعول على الانتخابات البرلمانية التي كانت مقررة في شهر إبريل لكن حيلة بينه وبينها بعد ذلك أيضا بالقضاء الذي لم يسعى إلى أن هو يقضي عليه في الحلقة القادمة أبدأ معك من عمل مجلس الشورى وما تم بالنسبة لمجلس الشعب أشكرك شكرا جزيلا وأود أن أؤكد على ما أكدت أنت عليه الرئيس مرسي عندنا مثله مثل عبد الناصر مثل برقيبة مثل أي شخص تولى مسئولية نتناول دوره وما قام به بشفافية وفق الأحداث التي وقعت دون أن نتحامل على أحد ودون أن نجمي الوجه أحد والحكم بعد ذلك للناس والتاريخ حتى ألقاكم في حلقة القادمة هذا أحمد منصور يحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة